ملف الاستفادة من منحة التضامن أو المنحة الجزافية التي صرح بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وهذا ستتبق ابتداء من سنة 2025 السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا قبل بدء الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد إذن ألف ألف مبروك مسبقا لجميع الفئات التي ستستفيد من منحة الجزافية أو منحة التضامن وخاصة منحة المرأة الماكثة بالبيت ومنحة للأشخاص الذين لا يملكون الدخل يومي إذن لفيديو لنهار اليوم سنوافيكم عن منف الاستفادة من هذه المنحة ولكي لا نطيل عليكم نترككم مع هذه الوثائف يجب أن يتضمن في ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية لتضامن الوثائق التالية من بينها طلب موقع من المعني أو ممن ينوب عنه قانونا ثانيا شهادة الحالة العائلية أو شهادة الميلاد حسب الحالة ثالثا شهادة إقامة محينة رابعا شهادة عدم الدخل تسلمها المصالح المعنية وهذا لتأكد بأن المعني الذي سيستفيد من منحة التضامن أو منحة الجزافية ليس له دخل شهري خامسا صورة شمسية سادسا شهادات تثبت بعدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي وآخر ملف وهو تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل كانت هذه أبرز الوثائق التي يجب على المستفيد أن يقدمها في ملفه وهذا من أجل استفادته بالمنحة الجديدة والتي سيتم تطبيقها رسميا في السنة المقبلة لسنة 2025 وهي من ضمن قانون المالية الجديد وأقرها رئيس الجمهورية وصادر عفوا بالجريدة الرسمية كما حدد في هذه المنحة أنه ثمن فئات معنية تستفيد بهذه المنحة المالية الجديدة وتقدر قيمة المنحة من 7000 دينار جزائري إلى 12000 دينار جزائري وهذا حسب حالة المعنى إذا أعجبكم الفيديو وأعرضتم المزيد لا تبخلوا علينا بالتخط على زر الإعجاب وهذا بموافتكم بكل أخبار جديدة فيما يتعلق المنحة الجزافية أو منحة التضامن في الجزائر ترجمة نانسي قنقر